موسيقى غزة بعد واحد وخمسين يوما في الجحيم والعذاب المقيم لم تنكسر وبالتالي فالاحتلال لم ينتصر لأن نصر الضعيف ألا ينكسر وفشل وانكسار القوي ألا ينتصر لا يطلب من البيضة أن تصدع الصخرة ولكن حين تعجز الصخرة عن أن تصدع البيضة فالصخرة فقدت صخريتها لعلها كومت إسفنج لعلها كومت قطن أو إسفنج وهذا ما حدث لجيش الاحتلال الغاصب الظالم الغاشم الذي ترجم درجة بشعة من اللا أخلاقية واللا إنسانية العاملة على طول الخط ضد أنبل مراكمة البشرية في تاريخها الطويل وذلكم إخواني وأخواتي بتسويته بين البشر والحجر بين البشر والشجر بين البشر والأشياء بمعاملة البشر على أنهم مجرد مادة استعمالية شيء من الأشياء يمكن أن يخصفوا أن يحالوا أشلاء بغير تفريق بين الأعزل والمسلح بين المقاوم والعاجز عن المقاومة لن أقول المسالم لأنه لا مسالم مع احتلال المسالمة مع الاحتلال أيها الإخوة إنهزام هزيمة نفسية هزيمة أخلاقية أخلاقية انحطاط أخلاقي أن تقول للاحتلال امضي أهلا وسهلا أنت منحط أخلاقيا قبل أن تكون منحط وطنيا وقوميا قبل أن تكون خائن دينيا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنت منحط أخلاقيا لأنك مشايع للظلم والاحتلال الظلم من حيث أتى الباقي هوامش وتفاصيل لا يعنينا من خطف من من لم يخطف من في أي ظروف تم الخطف نحن نتحدث عن احتلال المتن هو الاحتلال لا تغرقونها بحديث الهوامش اللعبة التي أتقنتها إسرائيل جيدا عبر ستين سنة تقصف العالم تغرق العالم حمقى العالم فقط الأيقاظ الصاحون لا يمكن أن ينخدعوا بأمثال هذا القصف البليد الخبيث في الوقت والعينه في الآن نفسه أيها الإخوة الصاحون الأيقاظ الأذكياء الألباء لا ينخدعون نريد المتن المتن الاحتلال الباقي هوامش لا تعنينا كثيرا هوامش لا تعنينا كثيرا فأن تقول الاحتلال امضي لا شأن لي بك لديك الحق في المتابعة أنت منحط أخلاقيا أنت فقط كما قلت من قبل غير مرة فقط إنسانيتك دعني من كونك فلسطينيا أو عربيا أو مسلما أسويا أفريقيا لا يعنيني هذا أنت فقط إنسانيتك الإنسان أيها الإخوة كما قلنا ألف مرة ومرة ليس هو الذي يحارب الظلم تخليبا من من أحد إلا يقارع ظلم ظلمته أحيانا وظلمت الآخرين في كل الأحيان فأقول لكم إخواني وأخواتي إسرائيل جسدت أحد ما يمكن تسيده ضد التراث الإنساني ضد أنبل ما راكمت الإنسانية والبشرية حين شيئت البشر نظرت إلينا كفلسطين على أننا مجرد أشياء يمكن أن أقتل الأبرياء أيها الإخوة دون أن يطرف لي جفن لكي يحقق إنجازات عسكرية وبالتالي سياسية تماما كما أقصب بيوتهم أشجارهم مساجدهم مصلياتهم مقابرهم مشافيهم أراضيهم الزراعية أقصفهمهم بنفس المنطق دون أن يطرف لي جفن أنا أتساءل وعلى البشر أنت تتساءل أي وحوش هم الذين كانوا يركبون الطائرات F-16 وعلى هؤلاء أن يقدموا للمحاكمات هذه الوحوش التي كانت تستقل هذه الطائرات تضرب الناس وفي أحاين كثيرة انتبهوا وأنا كنت دقيقا في بداية الحرب قد في الحقيقة هم ينذرون وإن كان الإنذار بصواريخ أيضا تقتل صواريخ تقتل وتدمر جزعيا لكن في المراحل الأخيرة من الحرب صار أكثر القصف بغير الإنذار وحين يكون الإنذار لا يتوسط بينه بين القصف الحقيقي المعقب الإنذار إلا ثواني أحيانا عشر ثواني خمسة عشرة ثانية نصف دقيقة دقيقة مشتحيل في مبنى من خمسة طوابخ كيف؟ كيف نأخذ أنفسنا وننزل نحمي أطفالنا نحمي العجزة المقعدين في الكراسي المدولبة في عشرين ثانية دائما كانت تتحدم العمارات من خمس طوابق وعشر طوابق على رؤوس أصحابها من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها في أنفاق وكما أخذت لكم مئة مرة وفي الطابق السابع عشر في أنفاق وفي الطابق الخمسة عشر في نفاق نفاق يتحرق في البعد الخامس الفيزيائي والعالم يسكت يتبلد وأكثر العالم بلده كانوا العرب حتى نكون واضحين مع أنفسنا أكثر الشعوب لم تتحرك لم تهتز وأعربت عن درجة من الانحطاط الإنساني الشعوب العربية في هذه المعركة بالذات هذا يحتاج إلى تحليل هذا يحتاج إلى لماذا لماذا كانت هذه الردة في شعر العرب العرب الحقيقيون كانوا في أمريكا اللاتينية ليس في العالم العربي هذا المعهود كانوا هناك العرب الحقيقيون على مستوى القادة وعلى مستوى الشعوب ورئيسة الأرجنتين تقود مظاهرات بنفسها تهتف وتصيح ضد إسرائيل ضد ظهور إسرائيل اللا إنساني الانحطاط الإسرائيلي وتسحب الجنسية من كل حامل للجنسية الإسرائيلية من رعاية تقول لا لا تستحق تكون في جيش الاحتلال تقتل تدمر تحمل جنسيتي لا لم يفعل هذا الزعيم عربي لم يخطر له على بال أصلاً لأن هذا سيزعج دلوعة إسرائيل وأموال كبيرة أمريكا طبعاً سيزعجهم وهو يتعبد في محرابهم هذا الزعيم يتعبد في محراب الأمريكية لا يريد أن يزعجهم على كل حال حتى لا نطول في هذه الماقبل من الواضح جداً بفضل الله بعزة الله بجبروت الله بقهروت الله بقدرة الله التي لا ترام ولا تضام أن غزة لم تنهزم غزة لم تنكسر الذي يجادل في هذا نقول له لا كلام لنا معك لن نصفك بأي شيء حسبك نفسك لكن لا كلام لنا معك